إن البصل من الوجبات الغذائية بفضل محتوىه العالي من حمض الفوليك والتي تعرف باسم فيتامين با 9 وهو أمر مهم لتطوير الجنين خلال الأسابيع الأولى من الحمل يحتوي البصل على سلسلة من الخصائص والمغذيات التي تجعله غذاء أساسيا كعلاج طبيعي تتمثل فوائد البصل للحامل فيما يلي يحسن من الدورة الدموية للجهاز التنفسي هذا هو العنصر المثالي للمساعدة في تخفيف سلسلة من الأمراض أو الأمراض البسيطة في جسم الإنسان إن واحدة من أفضل فوائد البصل المعروفة هي أنه مقشع طبيعي مثالي للتغلب على نزلات البرد النموذجية ونوبات السعال التي تتكرر في أشهر الشتاء إنه الغذاء المثالي والسبب محتوىه العالي من الفيتامينات C و A والتي تحل جميع أنواع أمراض الجهاز التنفسي إحدى الحيل الأكثر استخداما من قبل الأمهات في هذه الحالات هي وضعه على طبق على المائلة بجانب العطعمة إن البصل له خصائص مضادة لفقر الدم إن البصل هو الغذاء الذي يوفر الحديد والفسفور وفيتامين E كلها عناصر رئيسية لتوليد خلايا الدم الحمراء وتساعد على تعويض فقدان الدم إن البوتاسيوم الذي يحتوي عليه في الداخل يجعله علاجا منزليا مثاليا للتحكم في ارتفاع ضغط الدم لأنه يخلص الجسم من السوائل الزائدة ليصبح مدرا طبيعيا للبول مطلوبا جدا عند الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل حمط اليوريك والنقرص وحتى حصوات الكلاء بما تكون واحدة من أكثر خصائص غير معروفة لكنها في الوقت نفسه أكثر خصائص البصل فائدة هي أن جسم الإنسان الخارجي يعمل كغذاء مثالي لتخفيف ألم أي لدعة حشرة علاوة على ذلك سوف تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا على تقليل التورغم إن النساء الحوامل يصبح البصل غذاء أساسي في وجباتهن الغذائية بفضل محتواه العالي من حمض الفوريك أو المعروف الويتامين باء 9 وهو مهم لنمو الجنين خلال الأسابيع الأولى من الحمل يعمل البصل كمنظم مهم للجهاز الهضمي لأنه مسؤول عن تحفيز عمل الأعضاء مثل الكبد بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في تراكم الغذات أو الانتفاخات في البطن يمكن أن يكون البصل المطبوخ هو العلاج الطبيعي المثالي لتخفيف انتفاخ المعدة من المهم أن يتم طهيه لأنه إذا تم تناوله نيئا قد يكونه تأثير موانع للأشخاص الذين يعانون من هذه المواقف